اشتركوا في القناة او اسم الشركة اللي نديرولها هاد الاشعار وانهار نديروا اشعار في القناة للامانة غادي نقولولكم ان هذا اشعار التعليق الثاني هو شكون ليشري هاد السيارات واللي يشريها غير المهبول اخي الكريم كي الناس لغالب عليهم دورو في حكمة عليه بايشي سيارة جديدة وبلما ندخلوا في تفاصيلة هاد الدورو بايما نطولوش من وقت الفيديو والدورة التانية بايهنفيدوا هاد الناس نجيبوا اسعار سيارات في بلاستها والفايدة اللي اديها الصمصار تديها انتو زيادة فيك اهو كي قلنا سعر السيارة جديدة حوالي 300 مليون سنتيم سعر تنافسي بعض المتابعين يقولولك اه يهديك ربي 300 مليون سعر تنافسي يا اخي هذا هو الواقع المر اللي ننعيش فيه للأسف الشديد في الوقت الحالي اللي ولات رونو سانبول ادي 350 مليون سنتيم يعني اي سيارة جديدة اقل من 350 مليون سنتيم سعرها تنافسي يا اخي اذا عندك اسعار اقل من هذه قلونا حتى احنا ماذا بنا وحتى الشعب يكون ممتن لك اهو دركا نولي للسيارة تعليوم اللي هي سوزوكي سويفت ترقيم 2020 في اطار التنافس الكبير الحاصل بين الشركات الشحن والتصدير الخاصة بالسيارات في دوباي الى الجزائر بدأت الاسعار تشهد انخفاضا ملحوظا لاستقطاب اكبر شريحة من الجزائريين الراغبين في استيراد سيارة باسعار معقولة وتتوفر سوزوكي سويفت 2022 على محرك بنزين بسعة 1.2 لتر في في تي يولد قوة 85 حصان متصل مع علبة صرعات اوتوماتيكية من خمسة نسب اما من الداخل تأتي بشاشة لمسية بمقاس 7 بوصات تحت تحكم السهل بمختلف اجزاء السيارة ومكيف هوائي ونظام الفرامل ابياس و او اس بي ومرايا جانبية الكترونية والتحكم الالي بالنوافذ الاربعة وعجلات معدنية ومصابح مضادة للضباب ونظام الاندار من السرقات لقدر الله ومستشعر ركن خلفي اما سعر سوزوكي سويفت ترقيم 2022 هو 10.000 دولار امريكي اي ما يعادل 182 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية دون احتساب الرسوم الجمركية والضرائب التي تكون على عاتق الزابون وتجدر الاشارة ان هذه السيارة تسوق من طرف السماصرة في الجزائر بسعر 330 مليون سنتيم شاملة كل الرسوم والضرائب سلام